نعلم أن عدد الركاعات المفروضة 17 ركعاً في اليوم والليلة وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي 17 حرفاً من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان وهي الألف، اللام، الهاء، الكاف، الباء، الراء، الشين، الدال، النون، الميم، الحاء، السين، الواو، الياء، العين، الصاد، الفاء الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عدداً من حروف اللغة يساوي عدد الركاعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر؟ آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر؟ والروح يقرأ وحيه في كل عدده؟ سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون حبة الكرام أمرنا بالتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى ومن أعظم صور التدبر أن نتطرق إلى محتوى القرآن من آيات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ونرحب في بداية لقائنا كما تعودنا بالأستاذ الدكتور عبد الدائم كحيل مرحبا دكتور بارك الله بكم يا أهل نفسنا ومرحبا شرفتنا في هذا اللقاء المتجدد جزاكم الله وعنا كل خير دعنا دكتور نسأل سؤال نبدأ به حلقتنا وسؤال قصير ولكنه مفاجأة وصادم لكن سنستفيد من إجابتك نعم لماذا الإعجاز العلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابه الجميع صلى الله عليه وسلم ذكرت الآية الكريمة يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم نعم نعم اليوم الحرب على الإعجاز وعلى الإسلام بشكل عام ماذا يستخدمون فيها؟ الأفواه الإعلام الكلام صحيح فهي حرب كلامية فقط وعلى مواقع التواصل نعم مواقع التواصل والفضائيات وغير ذلك طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتنبأ بأنه سيأتي زمن تشتعل فيه حرب على الإسلام بالأفواه فقط سبحان الله يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نجيب الاختيار بكلمة بأفواهي سبحان الله نعم أول مرة أركز معها يعني سبحان الله نعم فضل دكتور لذلك هذه هذه الآية الكريمة تنبئك أيها المؤمن لا تحزن فهذه الحرب مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهي حرب أفواه حرب أفواه فقط نعم نعم وسوف وسوف تفشل الله أكبر نحن الآن حسب مركز بيوري سيرتش الأمريكي الشهير جدا والموقع الإحصائي رقم واحد الموثوق بالنسبة للعلماء والباحثين نعم يقول بالحرف الواحد في آخر إحصائية العام الماضي 2017 نعم الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على الإطلاق الحمد لله رب العالمين حقيقة علمية جميل نسبة انتشار الإسلام تصل أحيانا في بعض الدول مثل أستراليا إلى أربع مئة بالمئة يا الله وفي كندا أكثر من مئتين بالمئة وفي أمريكا أيضا نسبة عالية في أوروبا في فرنسا ففي عام الفين وخمسين ستصبح أوروبا قارة إسلامية تنبئ مركز هذه نعم وستطيع الرقوع إلى الإنترنت نجد يستطيع أن يرى الجداول والمخططات والإحصائيات بيانيا أو رقميا نوضح المشاهد هذه موجودة نعم طيب أمام هذا هذه العظمة للإسلام الذين درسوا الإسلام في الخارج وأسلموا هل عبثا أليس لديهم عقول علمية هل ينتشر الإسلام بالسيف الآن بينهم أبدا من الذي يقنعهم العلم لأن الإسلام تعاليم الإسلام قوتها في ذاتها هي قوية بذاتها لا تحتاج لمن يدافع عن الإسلام محاول الله مجرد أنك تتحدث بتعاليم الإسلام سوف تجد من يكره هذا الإسلام يحاربك مباشرة ليس لشخصك ولكن للتعاليم التي تحملها اللهم احمي ديننا نعم لماذا؟ لأن الإسلام يأمر بالطهارة مثلا يعني جميل الإسلام يأمر بالعفاف جميل الابتعاد عن الشذوذ عن الزنا الإسلام يجبرك أن تبرأ بويك حتى ولو جاهداك أن تشرك بالله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة عظيم حتى وهو يجاهدك صاحبهما تصور هذه القيمة العالية الله أكبر في اليابان هناك ملايين العجزة أصبحوا عبءا على الدولة يكلفون مليارات الدولارات سنويا يريدون أن يبعدوهم إلى الريف ليتخلصوا من عبئهم ويفكرون الآن في صناعة إنسان آلي ونيسا لهم عوضا عن الأبناء سبحان الله لأن الأبن يعني عدم بر الوالدين يكلف الدولة مليارات الدولارات الله أكبر تصور هناك خسائر مادية جميلة عدم بر الوالدين يكلف الدولة خسائر نعم ونفقهم مليارات يا سبحان الله على الإسلام جميل إذن هذه المبادئ كلها لا يريدها الملحد لماذا؟ ما؟ هو يطمح أو يهو نعم يقول تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لا إله إلا يعني مثلا انظر إلى صوت الأذان هذا الصوت الرائع الذي كان سببا في إسلام الكثيرين هناك من ينزعج منه هناك من يعني لا يرغب بسماعي مع الأسف يشمئز قلبه لذلك سبحان الله في كلمات الأذان هناك إعجاز يسحر القلوب الله أكبر يعني شوقتنا يعني تصور أنا أريد أن أخاطب الملحدين الذين يدعون أن النبي هو الذي اخترع الإسلام فقط بمعجزة الأذان هذا الأذان من أين جاء به النبي طبعا هو وحي من الله سبحانه وتعالى نعم الأذان فيه إعجاز عددي يتناسب مع معنى الكلمات الموجودة في هذا النص الرائع إعجاز عددي في الأذان نعم جديدة نحن نؤذن أو المؤذن يؤذن في اليوم خمس مرات صح؟ صحيح نعم ونقيم الصلوات خمس صلوات خمس صلوات نعم والصلاة طبعا فرضت ليلة الإسراء والمعراج نعم لعظمها نعم في سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا نعم آية من آية الله نعم دعني أتأمل معك فقط بعض هذه العجائب جزء يعني من هذه العجائب لندرك عظمة هذا الأذان ولماذا يكره هؤلاء الملحدون يكرهون كلام الله وهذا الأذان دعني أتأمل معك هذا النص الإلهي الرائع جميل لكلمات الأذان وعلاقته بأشهر السنة لأنه لا ينقطع على مدار السنة نعم والأماكن كمان بلاد في كل مكان سبحان الله حسب قطوة العرض الأذان مستمر نعم مستمر سبحان الله هذا الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لدي هنا 12 مقطعا بعدد أشهر السنة فهو لا ينقطع أبدا الدهر علاقة عددية ربانية سبحان الله وآخر عبارة هي لا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله ختم بـ 12 حرفا لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا جميل جميل ومحمد رسول الله تتألف من 12 حرفا شو التوازن الرائع ده ما شاء الله يعني أنظر إلى وكلمة شهر ذكرت في القرآن منفردة 12 مرة أيضا بعدد أشهر السنة هذا التناغم سبحان الله إذن أنا لدي أولا بناء هندسي يتعلق بأشهر السنة ولكن هذا البناء لابد أن يتعلق بعدد الركعات والصلوات صحيح ومضاعفة الأجر معقول سنجدها في الأذان؟ أكيد كيف نقول؟ لنرى اللوحة التالية لنكتشف هذه العجائب سبحان الله وهذه الغرائب التي يعني الأذان يتألف من خمسين كلمة جميل الأذان يرفع كم مرة خمس مرات نعم والحسن بكم؟ بعشرة أمثالها في القرآن إذن خمسة مضروف في عشرة يساوي خمسين فهو خمسين كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى قال له وهي خمس وهي خمسون خمسون في الأجر خمس عام في العام خمس صلوات وخمسون ولكن في الأجر خمسون لذلك جاء هذا الأذان مضاعفا عشر أضعاف أوقات الصلاة خمسين كلمة ليقول لك إن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها جميل الربط ده ما شاء الله سبحان الله تبارك الله نتابع يا ريه يا دكتور لأن أنا متشوق حتى اللوحة طيب اللوحة التي بعدها فقط لنكتشف نعم ماذا يمكن أن يعني كنوز نرى نعم نحن نعلم أن عدد الركاعات المفروضة سبعة عشر ركعا في اليوم والليلة نعم وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي سبعة عشر حرفا من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان سبحان الله وهي الألف اللام الهاء الكاف الباء الراء الشين الدال النون الميم الحاء السين الواو الياء العين الصاد الفاء الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عددا من حروف اللغة يساوي عدد الركاعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة بعد هذا الكلام بعد هذا الكلام يا دكتور نقف متعجبين منبهرين لا يمكن هذا النظم حروفا وكلمات والأذان ليس صورة من صور القرآن الأذان هو ما أراده الله تبارك وتعالى نداء للمسلم حتى يرى على الصلاة فما بالنا إذا جئنا أحبة الكرام إلى الإعجاز في آيات القرآن حتما سنجد فيها إعجاز أرقمي وبياني وعلمي أكثر أيضا من الأذان الذي تحدثنا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحة صدق الله العظيم أنزله بعلمه تذكرت أيها الأحبة الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال أتاري سماع الأذان وإقامة الصلاة والوقوف بين أدى الله راحة وتعجبنا ممن نسمعهم في القنوات وفي وعلى اليوتيوب والمقاطع ينفرون من الأذان لقد أسلم الكثيرون لصوت الأذان وهذا ما دعا باحثنا الكريم دكتور عبد الدائم أن يبحث ربما يجد حكمة وعبرة إلهية في كلمات الأذان واكتشف لنا كما في الجزء الأول أشياء جميلة عشنا فيها ونستكمل الرحلة الإيمانية مع الأذان ومع الدكتور عبد الدائم فضل إذن نحن رأينا أن الله تعالى عندما بنى هذا الأذان بناه بطريقة هندسية تتناسب مع الهدف منه جميل ومع معاني كلماته جميل يعني هذا الأذان يجب أن يرفع على مدار السنة 12 شهرا فجاءت مقاطع الأذان عددها 12 سبحان الله هذا الأذان يجب أن تؤدي بسببه خمس صلوات والصلاة بعشر أمثالها إذن عشر في خمس بخمسين فجاء خمسين كلمة الله أكبر هذا الأذان ينبغي أن تصلي من أثناء سماع الأذان أن تصلي الصبح ركعتين الفجر نعم وأربعة الظهر الظهر وأربعة العاصر عشرة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة المجموعة سبعة عشر ركعة ما علاقة بالأذان؟ هذا الأذان الله سبحانه وتعالى اختار من حروف اللغة العربية سبعة عشر حرفا ليبني هذا الكلام الرائع لا عشرين ولا تسعتار ولا ستعاش نعم حروف اللغة مناع عشرين حرفا عجيب مش صدفة أبدا أبدا بالمنطق والأذان فرض ليلة الإسراء والمعراج ورقم سورة الإسراء في القرآن سبعة عشر عجيب يا دكتور هاي دعني تناغم بين الأذان وبين القرآن الله أكبر تناغم الله أكبر أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله وأكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله لا إله إلا الله تحب أن نرى يريد لغة الأرقان لكي يستيقن معنا حتى يعني تبقى المشهد نفسه المشاهد الكريم نعم ويستمتع إذا علمنا بأن عدد أشهر السنة 12 وأن هذا الأذان يرفع على مدار السنة فإن عدد المقاطع هو 12 جميل وختم هذا الأذان هذه المقاطع الـ 12 ختمت بعبارة هي خير ما قاله النبيون لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا سبحان الله تناغم نعم لأنتقل بك إلى اللوحة التالية لنرى كيف رتب الله هذه الكلمات وكيف رتب هذه الحروف وكيف أحكم بناءها انظر الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله لا إله إلا الله أحكم عديم يعني هذا يدل على أن الله هو صاحب هذا الأذان منه وإليه ترجعون سبحانه وتعالى انظر يعني تقول الله أكبر أول شيء أول شيء الله آخر شيء لا إله إلا الله تبدأ بأله وتنتهي الله سبحانه وتعالى وموافق للقرآن متفق إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله أنت بدايتك من ربك ونهايتك إلى ربك لذلك دعني أتابع معك وأتأمل هذه الروائع فعلا يعني الإنسان الذي له عقل ينبغي أن يتأمل أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله أحد عشر مرة انظر واحد وواحد انظر العدد أحد عشر هو العدد الوحيد الأول الذي يتألف من واحد لواحد واحد وواحد عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر وأكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله تكررت 2699 مرة وهو أيضا عدد أول لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر ألا يدل على أن صاحب هذا الكلام هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذن هذا التناغم وهذا التوافق والتطابق بين القرآن وبين الأذان يدلك على أن المصدر واحد نعم نعم أنتقل بك إلى مزيد من العجائب لكي نرى كمان أكثر مما مضى لكي نرى يعني وهذا القليل هذا القليل مما سنعرضه نعم لو قمنا بعد حروف الله تعالى في الأذان الألف اللام ألهاء نعم سوف نجد 112 حرفا عدد حروف الله يعني الألف كم مرة واللام والها هذه حروف الله تعالى الحروف الأبجدية لإسم الله لإسم الله ثلاثة أحروف عددها 112 نفس رقم سورة الإخلاص قل هو الله أحد سبحان الله الله أحد انظر سورة التوحيد والإخلاص نعم الله أحد وآخر سورة ذكر فيها اسم الله في القرآن هي قل هو الله أحد سبحان الله يعني أول مرة ذكر اسم الله في سورة الفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآخر مرة في سورة قل هو الله أحد عدد السور 112 نفس عدد حروف اسم الله في الأذان شو هذا الربط العجيب تناغم يعني تناغم سبحان الله دعني أنتقل بك إلى القرآن الكريم جميل نحن نعلم أن الإنسان أو المؤمن يركع لله سبعة سبعة عشرة مرة نعم في اليوم والليلة الفرود نعم عدد الركعات المفروضة نعم 17 كل ركعة فيها ركوع و سجوداء جدين نعم إذن كم مرة تركع لله في اليوم 17 17 وتسجد 34 نعم هذه حقيقة دينية معروفة نطبقها نعم طيب في القرآن الكريم وردت كلمة إركعوا كثيرا صحيح وأسجدوا كثيرا ولكن إركعوا وسجدوا مرة واحدة فقط في أواخر سورة الحج عجيب جمعة بينهم مرة واحدة مرة واحدة جمعة كما أنت تجمع في الصلاة بين الركوع ثم السجود سبحان الله يقول تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَوَفْعَلُوا الخير إلا لكم تفلحون إذن الآية الوحيدة التي جمع فيها بين الركوع والسجود إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا بهذه الصيغة طبعا هناك صياغة أخرى في القرآن ولكن كأمر للمؤمنين إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا نعم وردت في هذا الموضع طيب طيب أنا لو أردت كمهندس أن أضع هذه الآية في موضع يتعلق بعدد الركعات وعدد السجدات ماذا أفعل تأتي بين ركعات يعني يجب أن أختار موقع مناسب نعم أين وضع الله هذه الآية أين وضعها في الجزء 17 الحزب 34 ترتيب لا تعلم ترتيب إلهي سبحان الله سبحانه من أنزل هذا القرآن بنظمه وحكمته سبحان الله أقم الصلاة تكررت في القرآن نحن كم مرة نقيم الصلاة في اليوم والليل خمس مرات خمس مرات الأمر الإلهي أقم الصلاة ذكر في القرآن خمس مرات بالضبط فقط بعدد الصلوات الخمس ونحصي هذا عندما نعى المشاهد يعدوا بنفسه نعم نعم أقيم الصلاة 12 مرة بعدد أشهر السنة أقيم بالجمع آن الله لأن لأن الأذان يقام في كل الكرة الأرضية صحيح خمس زائد 12 يساوي 17 هو عدد الركعات المفروضة طبق عددي عجيب سبحان الله إذن أنت هنا لست أمام كتاب عادي ولا كتاب معجز هو ما فوق الإعجاز هو ما فوق الإعجاز من يعترض على كلمة إعجاز نقول له إن هذا القرآن لو كان هناك كلمة ما فوق الإعجاز استخدمناها ولكن هذه حدود اللغة بزاك الله على هذا الفتح كل خير بارك الله دكتورنا الغالي واذكرنا الدكتور عبد الدائم بقول الحق تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة